استاذ حمدان من قنة. تفضل يا استاذ حمدان. والله. استاذ حمدان. استاذ حمدان معلش يعني اطمع ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني بالتلفون. ايا دكتور. ايوة يا سيدي انا سمعك بس حضرتك مش هتعرف تسمعني كده ازا مطتش التلفزيون. وطي التلفزيون وتسمعني بالتلفزيون. سعودية وفي شنطة اختلفت معاي. الشنطة شنطتي غير شنطة التانية. طيب. والشنطة التانية موجودة والشنطتي انا عليها التلفون ونحضرها مجاتيش. والشنطة التانية موجودة عندي مش عالف اعمل جيه هي. طيب سؤال اول حاجة بس احجي حمدان. الشنطة دي انت لقيتها فين? في مصر ولا برا مصر? لا في سعودية كنت في الحج. والاوتوبيس حط البي. في خط شنطة غير شنطتي. كويس جدا جدا. والشنطة دي عليها معلومات صاحبة ولا مش عليها معلومات صاحبة. بل بجيش اي حاجة عليك. وشنطة عليها رقم التلفون وعليها المحاضبة وكل حاجة. كويس? واحدة واحدة يا حاجة حمدان. انت دلوقتي شنطتك عليها كل البيانات صح? كل البيانات. كويس. والشنطة اللي معاك معلاش اي بيانات. وخارص نهائي. ولا معروفة يا شنطة لسعود. يا حاجة حمدان ممكن لو سمحت تسمعني اسألك. حاجة حمدان ممكن تسمعني اسألك? حاجة حمدان. مفيش لا انت عارف الشنطة. حاجة حمدان. اتفضل. انت لعارف الشنطة دي لوحد مصري ولا واحد غير مصري? مصري عشان هو مكتوب بعمر الجمهورية مصر العربية. كويس جدا 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 جدا. احنا عندنا ايه اللي هتعمله? احنا عندنا عدد من المؤسسات هي اللي بتسفر في الحاج. في غالب اربع مؤسسات. المؤسسة الاولانية السياحة. مؤسسة التانية التضامن. الدخلية. لا قلنا طلعين زيارة. يعني بتقول ايه يا حاجة حمدان? زيارة طلعين زيارة زيارة. يعني ايه زيارة? يعني زيارة جاحت نهضاك حمره وشجة الله. انت ايش عرفك انه رايح زيارة مش رايح تابع المؤسسات دي. واضح ده انه هو مكتوب على الانه مكتوبش اي حاجة بيانات اي حاجة. يعني واخده. حاجة حمدان ممكن لو سمحت. بعد ازنك يا حاجة حمدان بعد ازنك يا حاجة حمدان. بعد ازن حضرتك. ممكن حضرتك ما تخمنش. اللي حضرتك بتعمله ده تخمين. ما تخمنش. انت بتسألني اعمل ايه? هقولك تعمل ايه بالزبط. انا يا شخص. اه ربنا اكرمني ان انا بروح الحاجة مع البعثة الرسمية. فانا هقولك بتعمل ايه حاجة حمدان بالتحديد. انت هتروح تتفضل مشكورا ببساطة خالص. لان انت دلوقتي الشنط متشابهة. بدل الشنط متشابهة مش هينفع احتمال غير ان هو ماشي مع البعثة الرسمية. بدل الشنط متشابهة الى هذا الحد. الشنط دي بتبقى تبع البعثة الرسمية. فانت هتعمل ايه? حضرتك عشان تقول كده. هتروح تبلغ التلات مؤسسات اللي انا ذكرت اسمهم دول. على ان لو عند حدهم عندهم حد يبلغ عن شنطة مفقودة. او شنطة تم تبديلها. فتبلغ وزارة التضامن. وتبلغ وزارة الداخلية. وتبلغ وزارة السياحة. وتبلغ التلاتة دولة ان انت عندك شنطة تم تبديلها. وهي دي الطريقة الان التي يمكن وتبلغ كمان الشرطة. الشخص لو هو عايز يرجع الشنطة مش هي مش هيبلغ غير التلاتة دول. فانت هتعمل الكلام ده. تبلغ التلات مؤسسات ده. الامر التاني ان انت تسلم الشنطة اللي معك دي للشرطة. ليه تسلم دي للشرطة? لان هي ما بقيتش شنطتك. دي مش شنطتك. دي شنطة واحد فقدها. فانت هتسلم الشنطة دي للشرطة. وتاخد بياناتها. وتاخد المحضر بتاعها. وتعمل محضر بفقدك لشنطتك انت كمان. وايه اللي حاصل? وتبلغ ده. وده يتعمله في التلات في التلات مؤسسات دي. ده الحل الوحيد. اللي ممكن توصل لشنطتك دي. وانا بقول له. وده بيش معتاد في البرنامج ده. اني لو حد كان فقد شنطته او تم تبديل شنطته. يروح للتلات مؤسسات دي. عشان يحصل على شنطته المفقودة. لان هو ده الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نوصل بها للشرطة. يعني مش هنقدر نوصل للشرطة دي. الا اذا انت كتبت مثلا على صفحتك يا جماعة اللي عنده شنطتي. لكن ما ينفعش ان انت تعتبر ان شنطتك دي انت ملكتها. باعتبار ان دي بدأ لشنطتك. لا مش هينفع. دي مش هينفع كده. مش هينفع ان نتعامل معها زي ما بنتعامل بالشكل الدارج مع الاحزية في المسجد. لا دي شنطة واحد هي موجودة عندك. وانت فقدت شنطتك. انت فقدت شنطتك. يعني دي مش شنطة بديل. يعني مش هينفع نعمل مؤيدة بينها. انت الشنطة دي بتاعت شخص. انت ما تعرفوش. فالحل اللي انت تذهب الى المؤسسات دي. وتقول لهم شنطة كزا 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 كزا. والشنطة دي بالاوصف الفلانية دي. في الاسم الفلاني. وتروح واضعها في الاسم عند اه ده ده القانون بيقول لك كده. وده اللي تحفظ به اللقطة. الحاجة التانية بقى انت شنطتك بتعمل بقى بلاغ ان انت شنطتك فقدتها. زي اي حد فقد اي شيء بتذهب بها الى السلطة التنفيذية اللي هي الاسم. وتعمل محضر ان انت فقد شنطتك. وما فيش مانع ان انت تعلن يا جماعة الخير عن شنطتك مفقودة. وفقدت في المكان الفلاني. ومن وجدها كزا 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 كزا. لا بأس ان انت تعمل ده. لكن هذا هو الاجراء الصحيح الشرعي. مش الاجراء الصحيح اللي انت تاخد الشنطة بتاعت الشخص ده باتبارها في مقابلة الشنطة اللي تبدلت معك. لا. هو ما فيش تبديل لان دوت مش مؤيضة. انت فقدت شنطتك وهو فقد شنطته. نرجع للي يستطيع ان هو يجمعنا على بعض. وهو المؤسسة التي يمكن ان تحفظ الامانات. وهذه المؤسسة عندها من الاجراءات وعندها من القوانين ما تحافظ به على اه الاشياء المفقودة والاشياء التي يمكن ردها لاصحابها.